في موضوع آخر شكر وزير الطاقة سابق مصطفى جيتوني في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عقب انتهاء مهمته كوزير للطاقة شكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق على ثقة التي وضعها فيه وتعينه على رأس القطاع لمدة سنتين كما عبر جيتوني في المنشور ذاته عن امتنائه لكل العاملين بوزارة الطاقة الذين وقفوا بجانبه بعملهم وإخلاصهم للوطن من أجل مستقبل زاهر على حد تعبيره كما لخص وزير الطاقة سابق مهمته خلال السنتين الماضيتين قائلا قد اجتهدت بإخلاص وبدلت كل ما في وسعي لتشرف هذه المهمة التي أصندت إليها أقول بقوة وعزيمة من أجل الماضي قدما بقطع يتقى الذي يركز أو يرتكز عليه الاقتصاد اقتصاد بلدنا العزيز وسظل وفيا لوطننا الحبيب حبيب